نبدأ معك بالشق الإنساني وأيضا حسب الأوضاع اللي يصف الدكتور سامح والسيدة مهان أوضاع كارثية في عدن وأيضا في مجمل اليمن اليوم دول مجلس التعاون الخليجي في بيان كانت أشارت إلى هذا الأمر وكان أن هناك تدابير عاجلة تتخذ الحكومة اليمنية الشرعية لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير. ممكن أن تكون أليات التنفيذ في ظل ما يقال عن منع الحوثيين المساعدة الإنسانية من الوصول إلى الأهالي شكرا جزيلا الوضع الإنساني في عدن ووضع كارثي بكل معنى الكلمة ذلك أن الحوثيين أحكموا الحصار على كثير من ناحية عدن حتى أن ناحية السلام والسعادة والمدينة البيضة في خور مكسر تم أحراجها تقريبا بشكل كامل الدواء تقريبا لم يعد هناك أي أدوية لدى العيادات ولدى المستشفيات الغذاء كل ما يعتمد عليه السكان لتسيير حياتهم تقريبا الآن صار منعدم نعم هم يطمحون أن تتولى دول التحالف والحكومة اليمنية الموجودة في الرياض الإسراء في إغاثتهم ذلك أن الحكومة وضعت في البداية برنامج لنقل المساعدات الطبية والمساعدات الغذائية من ميناء جبوتي إلى ميناء عدن وصل حوالي ثلاثين طن ولكن توقفت العملية لا ندري ما هو السبب الثلاثين طن لم يتم توزيعها نتيجة لأنها لن تكفي ولم تكفي حتى حي من الأحياء الآن الأهالي يطمحون أن تقوم الحكومة بالتنفيذ العاجل والإسراع بإسراء المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية وهم يقدرون على ذلك ذلك أن الخط البحري بين جبوتي وبين عدن مفتوح وهناك مناطق السيطرة عليها الثوار داخل مدينة عدن مثل البريقا مثل التواهي مثل بعض أجزاء من كريتر وهي على البحر تستطيع المساعدات الوصول إلى هناك بدون مشاكل الحكومة لا بد أن تسرع لأن الوضع الإنساني قبل الوضع السياسي يحتم التدخل ونحن ناشدنا أكثر من مرة أنه على دول التحالف أن تؤمن مدينة عدن بالتدخل البري نتيجة للضرورات الإنسانية قبل الضرورات السياسية ترجمة نانسي قنقر